أنا عايز أتكلم في حاجة بقى خاصة بالبشر نفسهم إحنا تكلمنا اقتصاد وكلمنا المجتمع إيه تأثير الخلفة الكتير في الأسرة على ثلاث عناصر صحة الأم وصحة الطفل اللي بيتولد وصحة إخواته دي مشكلة تانية إيه اللي بيحصل دي ملموسة لأننا دي ملموسة على مستوى البني أدم نفسه ودي بنحاول إحنا نغير الرسلة اللي أقول لها الزمان الناس كانوا يقول لهم إيه تربطي بالعيال لا أنا بقول دلوقتي حركة هي الستة ما أنت ما تربطوش بالعيال ده جوزك بيهرب منك بسبب قطر العيال إيه اللي بيحصل حركة الستة تحمل تولد تحمل تولد بعد أربع أو خمس أطفال صحة بتروح الولادة المتكررة المتعقبة بتسحب من رسيد جسم الستة متكررة يعني إيه يعني وضيت لك خمس ستة مرات متعقبة يعني إيه يعني تحمل تولد تحمل تولد خلال عشر سنين من جوازها ويشوفوا شكلها أقسم بالله ما هيئدوها سنة أقل من أربعين وخمسين سنة حركة قلت حاجة أنا كنت لسه قصة هحكيها في قصة متكررة وشفتها كتير عن جناف الأصل عيني تجي لي واحدة جاية تولد طفلها السادس أقول لها هو أنت عندي كم سنة تقول لها دكتور ما عرفش بصف البطائط هي ما طارش عندها كم سنة أبصف بطائطها قال لها عنده عشرين سنة منظر وشها حاجة واربعين سنة الولادة حركتها خالي عندها عشرين سنة وده العيل السادس ده معنى كان هي غالباً ابتدت جواز من عندها حداشر سنة وابتدت خلفة من سنة الاثناشر كل سنة تحمل والراجل هيدفش اللي جابت له الستة تربطه بيهم الراجل ده هيدفش بيفش ليه؟ هو بيلاقي الستة تتهدت هركفل في القرور المصري بيقول لك الراجل بيحب الستة عفية صحتها راحت هروح الجوز عدة تانية طب وإيه المشكلة؟ الستة المصرية أصيلة هي اللي اتدبست بالعيال بس هي عمود البيت وهي اللي هتعب بيهم وساعد تشتغل عشانهم وهتشتغل عشانهم بس مش هتقدر تصرف على كل العدد ده فإيه اللي بيحصل؟ تضطر تخرج عيالها وبناتها من مدرسة فبنتها هتتجوز تانية وهي عندها حداشر فهو يبقى ايه؟ فيلم وبنشوف الأجزاء بتاعته